عدنا أن أنجاهم ورأوا العذاب يدور على فرعون وملئه وأغرقهم الله تحت موج البحر أنذاك كيف تفسر هذا ثم يحتفلون من بعد ذلك بيوم عشراء هل ألا تراها في هذا تناقضا هو تناقض طبعا لا شك أنه تناقض واضح جدا لكن هذا كان في طبيعة هؤلاء القوم هم عاشوا على هذا التناقض وإلى يومنا هذا يعيشون على نفس التناقض فتراهم مثلا يعلنون للعالم كلها أنهم حمائم السلام وأنهم رواد ومش عارف وكلام الكبير اللي بيحصل ده لكن على أرض الواقع وأنهم المقهورون المظلومون المضطهدون وأنهم وأنهم هذا يصدرون للعالم كله لكن على أرض الواقع عندهم تناقض عجيب جدا لأنهم على أرض الواقع هم آكلوا لحوم بشر هم يعني قساتوا القلوب هم يصنعون بالأطفال الرضع ما لا يتخيله عقل حتى الطفل الرضيع لا ينجو من بين أيديه والطفل المسلم هناك في أرض فلسطين والشاب المسلم والمرأة المسلمة العجوز والشيخ الكبير الكل يشهد على ما يحصل للمسلمين بين فينة وأخرى هناك في أرض فلسطين وكما وصف الشاعر هذا المشهد يعني يقول يعني كأنه نداء من كل واحد من هؤلاء أنا يا أيها الأحباب جسم على أشلائه فضح اليهود بدل العالم المخدوع ماذا يخبئه القلب الحقود مجازر تطحن الآلاف غضر وقوم في مفارشهم رقود هذا اللي بيحصل مع الرغم أنهم يقولون كلام آخر مرة تانية الأبياء الأبياء تقول أنا يا أيها الأحباب جسم على أشلائه فضح اليهود بدل العالم المخدوع ماذا يخبئه القلب الحقود مجازر تطحن الآلاف غضر وقوم في مفارشهم رقود رقود أي نعم فهؤلاء الناس في أرض فلسطين أو في غيرها من بلد العالمين يسمون المسلمين سوء العذاب ويجحدون فضل المسلمين عليهم خاصة إيه حينما نفرح بنجاة أجدادهم من الضبط أننا شاركناهم في أفرحهم وجعل رسالي صلى الله عليه وسلم وصم وأمر أصحابه الأطهر بالصيام هذا اليوم عن يوم عشراء بين اليهود والمسلمين هم كيف يحتفلون به وكيف يتناولونه والمسلمون ما المفروض أن يصنعوا في هذا اليوم هو في يوم الثمن عشر من شهر سبتمبر الميلادي من كل عام من كل عام يحتفل اليهود بيوم يعتبرون هذا اليوم من أعظم أيامهم تمام وهو نفسه اليوم العاشر من شهر تشري العبري عندهم هذا الكلام هم يزعمون أنه كان من بدء الخليقة من بدء الخليقة يزعمون أن الكلام هذا من بدء الخليقة اليوم هذا معظم عندهم خلاص يعني حتى كمان مش عايزين يقولوا يقولوا ده احنا يعني فرحانين باليوم اللي ربنا نتجانا فيه متكبرون والعياذ بالله يعني نعم شهر تشري هذا هو أول الشهور في سنتهم المدنية كما يقال وإن كان سابعه في سنتهم الدنيا لأن السنة الدنيا عندهم تبدأ بنيسان ولا تبدأ بتشري هذا المهم القلاصة أنهم بيعتبروا هذا اليوم يوم الكفارة وبيسموه كبور أو كيبور بيعتبروا هذا اليوم يوم الايه الكفارة الكفارة بالنسبة له إذن اليهود بيصوموا اليوم ده عشان نفهم المسألة أيوة عشان بعض الناس يقول لكم هم بيصوموا اليوم ده فرحا بنجاتهم من فرعاو لا 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 هم بيصوموا اليوم ده أنه بيعتبروا اليوم ده كفارة لذنوبهم طوال العام معقول نعم وليس فرحاً بنجاة سيدنا موسى وأجدادهم من قبضة فرعون أبداً 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 هم يعتبروا أن صيام هذا اليوم وعدم زولة الأعمال فيه الأعمال يعني بيخدوا أجازة يعني بيعتبروه في عدة حتى فقرات من طوراتهم وعهدهم القديم بيعتبروا هذا كله عبارة عن إيه عبارة عن تكفير لذنوبهم التي عاشوا عليها طوال العام عشراء بين اليهودية والمسلمين هذا عند اليهودية تأريخه يعني عندهم عند المسلمين هو اليوم العاشر من الشهر الأول من المحرم ليه بداية السنة مش من بدء الخليقة ولا حاجة لا أبداً ليه السنة العربية أو السنة الهجرية فاتفق اتفق عاشراء اليهود في أن كليهما هو عاشراء المسلمين في أن كليهما عاشر يوم من أول شهر من السنة عشان نفهم إخواننا من المسلمين وشبابنا أن اليومين مش مع بعض إذا ما إحنا فهمين يعني فيه ناس فهم يقولك إيه يوم العاشر من المحرم هو اليوم اللي اليهود بتحتفل به إلى اليوم أنه عاشراء عندهم لا عاشراء هنا غير عاشرائهم الله هو أكبر نعم إحنا بنصن في اليوم اللي هو اللي فعل النتجة فيه الله موسى اللي هو عشر محرم اللي هو عشر محرم هما لا هما الأمور مختلفة عندهم تماماً هما يوازب الشهر المحرم عندنا وبيستموش في نفس اليوم لا 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 يطلق على العاشر أن المحرم اسم عشراء يطلق على التاسع عندنا أيضا اسم تاسعاء وهم اليهود ادعوا أن تاسعاء وعشراء كلمتان عبريتان وهذا كلام خطير وكلام خطأ بالمرة حتى كلمة عشراء ليست عبرية عربية وتاسعاء ليست عبرية نعم بل ليست معربتين من العبرية أصلا عشان أقول لك كانت عبرية وتعربت لا داخلت العربية ولا من أي لغة أخرى هما كلمتان عربيتان فصيحتان كما قال أهل العلم فالنبي عليه الصلاة والسلام هكذا علمنا كيف نصوم هذا اليوم هذا من نهاية التاريخية نحن عندنا عشراء عشراء محرم وعندهم عشراء هو يسوي عندهم أي عشر أي حضرتك هو يسوي عندهم العاشر من شهر تشري العبري العبري ليست تشري المعروف الشوام لا تشري العبري وبعضهم يقرأها نشري هذا شهر خاص بهم هم يبدأون السنة بطوقيت ويقومونها بطوقيت آخر طب بيقولوا عليه إيه حضرتك إنه ده برضو يوم ربنا نجي فيه سيدنا موسى ولا بقولوا عليه إيه لا هو يوم الكفارة ده نيسه خلاص يوم نجي فيه سيدنا موسى ولا يذكر عندهم إلا نادرا هم يقولون يوم الكفارة لا إله إله يا نعم يوم الكفارة يعني ما بقولواش حتى اليوم اللي ربنا نجي فيه سيدنا موسى لا 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 تنكروا حتى للمضوة للتاريخ والنبيهم والأذهب من ذلك أو يعني الأعجب من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخارة المسلم وغيرهما كذلك وده حتى كمان يعطينا معنى حضرك سألت عنه في البداية كيف النبي عرف صحيح وفي مكنا يوم عشراء وكذا فجاء في البخارة المسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عشراء في الجاهلين عجيب أن قريشا كانت تصوم يوم عشراء في الجاهلين وكانت تعلم أن هذا يوم نجي الله فيه موسى طبعا تعلم ولهذا تصوم الله أعلم أم كانوا على دين اليهود أنا لم أقف لماذا كانوا يصومون هذا اليوم أم يمكن بالمصادفة كانوا على دين اليهود أم ماذا لا لم يكونوا على دين اليهود لكن ربما كانوا مشركين ربما تصادف اليومان عند قريش كما يقال لكن الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة رأى قريشا تصومه يوم عشراء وفي المدينة رأى يهود يصومون هذا اليوم فلما يجي حد بأن أقول لك أنتم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صمب أيضا في مكة مع أن المشركين يصومونه أيضا هذا يحدث لبسا عند بعض قراءة تاريخة من لديهم عقيدة هذا هو الذي نريد أن ننبه عليه شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينهي عنه شرعنا تمام بمعنى حتى لو صامت يهود بشريعة رب العالمين عز وجل يوم أو الأيام من السنة و جئنا ننصوم هذه الأيام بشريعة ربنا عز وجل طالما أن الشرع عندنا أقر هذا خلاص لم ينسخ الحكم في شريعتنا لا حرج فيها لا حرج لا حرج في ذلك أنت ناس يتحسس جدا يعني لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرع عندهم آنذاك يعني وقت بعث التنابع صلى الله عليه وسلم لم يكن شرع موجود في مكة آه نعم وأقول لحضرك على شيء أنت عارف حتى إلى الآن يروج على بعض صفحات الإنترنت مثلا بعض الشبهات وإذا كان فيه شرع فشرع سيدنا عيسى هو أقرب شرع سيدنا عيسى أقرب هو أقرب لهم ده هم ما تركوا شيء ده هم الآن يحاولون أنهم يشككوا بعض شبابنا حتى في النبي عليه الصلاة والسلام ومكانته صلى الله عليه وسلم فيقولون مثلا أن موسى نبينا هو من خفف عنكم الصلاة كانت خمسين وبقت خمسة ونبيكم ما كان يعرف هذا سيدنا موسى الذي كان عارف ويطلب منه أن يراجع ربه عز وجل ذلك يستدلون بهذا على أن مكانة موسى عند الله أعظم من مكانة محمد والأمر ليس كذلك أبدا خالص الأمر ليس كذلك أبدا طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام كيف تراه هذا الأمر الأمر نراه أن المسألة أن سيدنا موسى أراد الحديث مع سيدنا محمد باعتباره هذه واحدة الأمر الثاني سيدنا موسى جرب هذا الأمر في قومه ويعلم أنهم بشر ودول بشر ودول بشر فمن باب النصح من باب الاقتراح سليم تمام وده دليل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم لما يتواضع عليه الصلاة والسلام ويسمع من سيدنا موسى ليعطي لموسى عليه السلام أيضا مكاناته وهذا ما فيه أي شيء أبدا أبدا ثم إنهما أنبياء مع بعضهنا دائما كنت قلوه أنتش دخل كنتم وما أنبياء مع بعض نعم تمام تمام فهنا هي النقطة هنا مهمة جدا سليم حتى ننتبه لمثل هذه الأمور الآن في احتفالات عشراء يعني كيف ترصدها من مرصدك الخاص بين مصر وبين المغرب وبين بعض الضوات العربية في الأمة الإسلامية عموها كيف ترصد هذه طبعا للأسف الشديد يوم عشراء استغل استغلالا بشعا من بعض الناس للأسف الشديد يعني فتجد مثلا مثلا عشراء عند الشيعة مثلا خلاص تمام عشراء عند الشيعة أهو يوم له أهمية كبرة جدا عندهم كما نعلم جميعا يعني وهو نفس اليوم وهذه حقيقة تاريخية لماذا يحتفلوا الشيعة به هي حقيقة تاريخية فعلا أنه هو نفس اليوم الذي قتل فيه الحسين وأهل بيته في كربلاء عشر محرم على يد جنود يزيد بن محاوي في العشر من محرم هذا حقيقة تاريخية خلينا نعترف بها ونقر بها تمام لكن هل معنى ذلك أن الحسين قتل في هذا اليوم أن يبيح هؤلاء القوم لأنفسهم وإلى يومنا هذا محرم الله تبارك وتعالى وأن يقعوا في هذه المخالفات المشينة أشنيع جدا في يوم عظمه رسول الله عليه الصلاة والسلام بتعظيم الله عز وجل له وأمر المسلمين بصيامه وأخبر أنه يكفر سنة ماضية يعني هل هذا كلام يعني هل هذا كلام سبحان الله القدير فتجد هؤلاء الناس كيف هي تحتفالاتهم كيف هي هم كل طواقف الشيعة تحتفل بهذا كلهم أمم روافد وبخاصة الاثنى عشرية حوله الرافد عندهم تقوص غريبة من نوحا في يوم عشراء تحديدا ما هي بل لم يتوقفوا عند عشراء هم بدئين الشهر من أوله من واحد محرم بس يشتد تشتد هذه الطقوس في تسعة وعشرة وبعدين تمتد الحد يوم الأربعين أربعين موت الحسين يعني وفاة الحسين وهم بيحتفلوا إلى الآن بيوم الوفاة والأربعين لحد النهاردة يعني يوم عشر يوم وفاة الحسين وبعدها باربعين يوم كمان بعدها باربعين يوم ويستمروا في البدع والخرافات بتاعدهم حد السنوية حد السنوية تمام فهم يزورون ضرح الحسين المزعوم عندهم ساعتها يضيئون الشموع يقرؤون قصة الحسين والعجيب أنهم بيمثلوا الحدفة نفسها الحادثة حادثة مقتل حسين رضي الله تعالى عنه بيمثلوها حسب المزاج يعني واحد يجيب لك الحسين قتل أنه رموه من فوق الجبل واحد تاني يمثل أن الحسين قتل بسهم والتالت أنه مش عارف ضربه بسيف ومره عليه مش عارف بإيه كل واحد يمثله حسب تجديد بقى يعني الدرامة تكون متنوعة واللطم بقى والبكاء وضرب الصدور ولا توقف الأمر عند ذلك عندهم حاجة اسمها التطيير 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 هذا عبارة عن إيه أنه لازم يجرح نفسه أو يجيب واحد متخصص جدا كل واحد يروح له بدماغه كده يقوم بالسيف كده اللي في يده ضربه في راسه بطريقة معينة طريقة لا تقتل ولكنها إيه تجرح تجرح ويسيل الدم أو يضرب على فيما أماكن معناه يضربوا بيها جنزير سلاسة الحديدية وغير ذلك هذا كله بيعملوه وبيروح يعملوا إيه في اليوم ده بيروحوا يوزعوا المية وباعتقدك ما الغرض من ضرب الظهور بهذه السلاسة الحديدية هم يعتبرون هذا يعتبرون هذا يعني تصويراً واقعياً لحزنهم الشديد والألم البالغ الذي اعتصر قلوبهم على ما حصل الحسين يومها خلاص وفي بعضهم طب ما سيدنا علي بن عبي طالب قتل ما بيعملوش كده في يوم موفاته هي أصلاً ينطموا الخدود ويشقوا القيوب ويجرحوا للظهور لا أصلاً سيدنا علي بالنسبة لهم ده مروح تاني سيدنا علي لا ده سيدنا علي لم يمت عند بعض طوائفهم عند بعض طوائفهم البطنية وغيرهم أن سيدنا علي لم يمت بل هو من يدبر الكون هو من يدبر هذا الكون وحينما يسمعون صوت الرعد في السماء أو يرون البرق أو لون البرق أو ضوء البرق يقولون سبحانك إلهنا أمير المؤمنين الله أكبر هم يعتبرون الرعدة يعتبرونه صوته والبرق يعتبرونه تبسمه وضوءه الله أكبر وغير ذلك من الأمور الخرفات الحسين عليه رضوان الله وهو حفيد النبي عليه الصلاة والسلام وسيد من شباب أهل الجنة مع أخي الحسن رضي الله تعالى عنهما وعن أبيهما سبط النبي عليه الصلاة والسلام هم يفعلون ذلك ظن منهم أنهم يقدسون الحسين هكذا يحيون هذا اليوم يحيون هذا اليوم يثيرون الغبار على كل من لم يفعل مثلهم صد هذا الفعل في ميزان الشرع الرباني كيف يكون ترسي هذه أمور كلها من المخالفات والمنكرات والبدع والضللات والخرفات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان ولو أن الله عز وجل أحيى الحسين رضي الله تعالى عنه الآن وخرج عليهم هناك في قربلاء ربما أقام عليهم حدودا لله تبارك وتعالى هذا ليس يوم عشراء عندهم هذا يوم مقتل سيدنا الحسين عليه رضي الله لكن تشاكل اليومين مع بعضهم هذا صحيح كيف يحتفظ المسلمون بيوم عشراء أيضا رصدك نعم المسلمون طبعا لا شك أن يوم عشراء عند المسلمين مختلف تماما يعني كيف يوم عشراء عند المسلمين ملخصه الصيام الصيام ما في شيء أكثر من هذا ما الذي ينبغى أن يتدارس في هذا اليوم اليوم عشراء يمكن أن نتذكر فيه ما حصل بين موسى وفرعون نتذكر إيه المانع يعني أن حصل في هذا اليوم كيت وكيت وكيت وكيف نجى الله تعالى موسى ومن معه من فرعون وجنده وكيف أهلك الله الطاغية الفرعون في ذلك اليوم نتذكر هذا لا مانع حتى لو تذكرنا بعض الأحداث التاريخية التي وقعت فيه يوم عشراء مثل مقتل الحسين خلينا نتدرسها بس بإنصاف خلينا نتدرسها متجردين ولسنا مبتدعين خلينا نعلم أبنائنا كيف كان الحسين وكيف كانت سيرة الحسين الوضيئة المضيئة وكيف أن الله تبارك وتعالى اصطفاه واشتباه وجعله سيدا لشباب أهل الجنان حتى لو كان الحسين ظلم رضي الله تعالى عنه حتى لو كان الحسين الحسين استضعف أو قهر أو قتل مظلوما وبالفعل هو قتل مظلوما هو أهل بيته هل معنى هذا أن يبيح المسلم لنفسه أن يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هل معنى هذا أن يبيح المسلم لنفسه أن يلعن معاوية ابن أبي سفيان كاتب وحي النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه عن أبيه معاوية الذي قال في وصفه عليه الصلاة والسلام معاوية خير ملوك الأرض أو خير ملوك الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهل هذا الرجل يسب ويلعن لمجرد أنه في عهد ابنه يزيد حصل كذا وكذا للحسين رضي الله تعالى عنه ألم يكن ما حصل الحسين ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ورفع لدرجات هذا الرجل العظيم الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما سبحان الله القدير فهذه دروس للأمة في المغرب كيف يحتفلون بيوم عشراء كما ترى هو ترصده المغربة طبعا بيكونوا مروائين شوية فتعرف يعني المغربة طويلة من الجميلة فبيسموه يوم زمزم يوم زمزم يقومون في هذا اليوم برش الماء على بعضهم البعض تخيلوا واحد قدام التانية عنده رشه تانين برشه بالدم وحتى على المقتنيات اللي عندهم وبعضهم يعتقد من قبل التبرك مثلا يعتقد انه كذا بتبرك يعني مية ايه بقى مية ايه دي مية البحر مية عادية ويحاول التجار بيع كل بضائعهم في يوم عشراء للناس كلها بتشتري وبتبيع وكلام دي ويعقب عاشوراء ليلة عندهم بيسموها ليلة الايه ليلة الشعالة ليلة الشعالة الليلة دي بيجتمعوا فيها حول نار وبيعود رددوا بعض الاهزيج بالايه بلغتهم خلاص فبعض هذه الاهزيج تحكي قصة مقتل الحسن والحسين بردو اهو يعتبروا كده دون الاشارة باسمائهما يعني بيحكوا كده كأنهم بيحكوا قصة مبهامة لكن كل الناس عارفة ان القصة دي قصة الحسن والحسين اشارة لهم بال يسميهما في كل المقاطع باسم عاشوراء وتتخيلها النياحة طيب ايه دخل سيدنا الحسن والحسين في يوم عاشوراء طيب ما هي هو اصلا هي الفكرة اختلاص التواريخ نفس فكرة الشيعة ايه ده قريبة يعني وان كانت تقصهم اخفة من تقص الشيعة في ذلك اليوم لكنها مخالفات ايضا لكن المختفل به واحد عند الاثنين بالضبط واحد عند الاثنين والمخالفات موجودة والضلالات والبدع المنكرة ايضا موجودة في ذلك اليوم في يوم ايه في يوم عاشوراء ده هم ساعات يعني اهل الضلال والبدع حتى اليومنا هذا ساعات يؤريخوا اليوم عاشوراء احداثا لم تحدث فيه في مغالطات تاريخية عشان يعظموا اكثر ايه احداث خاصة الاحداث اللي هي يعني أعطيني مثالنا يعني مثلا يزعمون ان الكعبة كانت تكسى قبل الاسلام في يوم عاشوراء ثم صارت تكسى في يوم النحر ده كلام موجود في كتب كانت تكسى قبل الاسلام يوم عاشوراء نعم يزعمون ان الله تاب على آدم يوم عاشوراء ونجى نوحا من الطوفان يوم عاشوراء وانقذ ابراهيم من نيران النمرود يوم عاشوراء ورد يوسف الى ابيه يعقوب يوم عاشوراء واغرق فرعون ونجى موسى وده صحيح يوم ايه يوم عاشوراء وغفر النبيه داود في القصة المعروفة قصة التحكيم يوم عاشوراء وهب سليمان ملكه يوم عاشوراء واخرج يونس من بطن الحوت يوم عاشوراء ورفع عن ايوب البلاء يوم عاشوراء وقتل في يوم عاشوراء الحسين والاخيرة هذه ايضا ايه صحيح صحيح لما تجمع كل الكلام اللي هم حكوا عن يوم عاشوراء تستخلص حدثين فقط هما يعني الصحيحين في المسألة نجات سيدنا موسى ومقتل سيدنا الحسين اما كل هذه الاحداث فلا دليل عليها لا دليل عليها ابدا يعني ولم يصح منها شيء ايه نعم في النهاية ما الذي تقول وتوصي بشباب الامة والامة الاسلامية بالاحتفال في هذا اليوم انا في يوم عاشوراء يعني اوصي نفسي اختي وذكرهم بصيام عاشوراء على الاقل والافضل ان نصوم تسعاء وعاشوراء والحاد عشر او نصوم تسعاء وعاشوراء لنكتسب هذا الاجر العظيم لان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان صيام عاشوراء يكفر سنة ماضية واخبر في يوم عرفة انه يكفر سنة ماضية وسنة حاضرة وهذا اندل فانما يدل على ان مكانة محمد عليه الصلاة والسلام عند الله اعلى بكثير من مكانة حتى الكليم العظيم موسى عليه السلام لأن حتى موسى حتى فضل الله بعض النبي يعني يوم عشراء سنة بسبب موسى في الأصل يعني في الأصل فكان صيامه تكفير سنة ماضية أما يوم عرفة فسنة بسبب محمد عليه الصلاة والسلام فكان صيامه تكفير سنتين ماضية ومستقبلة عاوزين نفهم يعني كيف مكانة النبي عند الله سبحانه وتعالى هذه واحدة الأمر الثاني نحاول أن نفهم عيالنا ونفهم الناس من حولنا أن يوم عشراء يوم عبادة لله عز وجل لكن لم يرد فيه لا قيام معين ولا ذكر معين ولا ورد معين ولا هذا الكلام الموجود عند بعض أهل البدع والخرافات هذه واحدة الأمر الثاني نعلم أبنائنا ونعلم الأجيال الموجودة أن الاحتفاء بمثل هذا اليوم لا يكون بإسالة الدماء ولا يكون بالنياحة واللطن ولا يكون بالخرافات ولا يكون بالتعدي على الناس وسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فكل هذه من المخالفات والبدع والمنكرات شكرا لفضلتك دكتور سيد البشبيشي وكل سنوحاتك طيب يجوز نهنئ بعضنا البعض في يوم عشراء لا يعني ليست تهنئة كالعيدين التهنئة عندنا في العيدين فقط نعم ولكن يكفينا أن نقول يوم من أيام الله تبارك وتعالى لنا أن نفرح فيه بنجاة موسى عليه السلام كما فرح النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يقولش كل سنوحاتك طيب لا يعني ليس وقتها لا نقول هذا أحسن شكرا لك على هذا اللقاء بارك الله فيك مشاهدين الكرام نأتي وياكم لأنها هذه الحلقة في برنامج القضية كنا نتحدث عن يوم عشراء بين الشيعة وبين اليهودية وبين المسلمين أشكر حضرتكم وباسمكم الجمعين أشكر وضيفة الكريم دعا الإسلام الكبير فضلت الشيخ والأستاذ الدكتور السيد البشبيشي شكرا لفضلتك أحسن عليكم بارك الله فيك وحتى دمون الأقوات الجديد نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم